للأسف ما نراه هو أنه يمكن التوصل إلى اتفاق لهدنة ثم سرعان ما يحدث خرق لها وهذا ما نشهده من حفتر هذا ما قاله رئيس مجلس الأمن الدولي سيفن جيرجينسن في مؤتمر صحفي عقده الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مولقة مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك تعليقا على الهدنة التي عرضها حفتر الاربعاء رئيس مجلس الأمن أعرب أيضا عن أسفه في المؤتمر إزاء الخرقات المتكررة من قبل ميليشيات حفتر لأي محاولة لتثبيت هدنة في ليبيا وعقر جيرجينسن بحسب وكالة الأنادول وجود خلافات بين أعضاء المجلس بشأن ليبيا دون التطرق إلى تفاصيل بهذا الخصوص مضيفا أن التطورات التي تشهدها ليبيا تبعث على القلق الشديد تصريح جاء بعد يوم من إعلان قائد العدوان على لسان متحدث باسمه أحمد المسمري الذي قال إن وقف إطلاق النار جاء بمناسبة شهر رمضان واستجابة لطلب المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة على حد تعبيره لكنه حذر مما وصفه برد فوري وقاس على من يخترق وقف العمليات العسكرية إعلان كان قد رد عليه المجلس الرئاسي بالرفض قائلا إنه لا يثق أبدا في الهدة التي أعلنها حفتر بسبب انتهاكاته وخروقاته المستمرة واعتياده الغدر والخيانة بحسب ما جاء في البيان وأكد المجلس الرئاسي في بيانه استمراره في الدفاع المشروع وضرب بؤر التهديد أينما وجبدت وإنهاء المجموعات الخارجة عن القانون المستهينة بأرواح ليبيين في كامل أنحاء البلاد حسب تعبيره وبين تصريح رئيس مجلس الأمن حول خروقات ميليشيات حفتر لأي هدنة يتم الاتفاق عليها وعدم ثقة المجلس الرئاسي في إعلان الهدنة من قبل حفتر يرى مراقبون أنه يسعى من خلال إعلانه للبحث عن مخرج من الحرب بعد اقتراب قوات الوفاق من حسم المعركة عسكريا غرب البلاد وتكبيد ميليشياته خسائر فادحة في الأرواح والعتاد اشتركوا في القناة